موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج رأس السطر الرئيس برهم صالح أوفة بوعدة للشعب العراقي بعدما انتهت المهلة اللي نطاها للكتر السياسية على مودي يقدمون رئيس الوزراء القادم ما قدروا يقدموا الكتل السياسية وبالتالي وقع الاختيار على السيد محمد توفيق علاوي اللي هو الرجل أيضا كانت تتناقش الكتل السياسية وهو من الأسماء البارزة من يوم اللي وصل إلى مطار بغداد وهو اسمه دين طرح كرئيس للوزراء للفترة القادمة وغيرها فالرئيس برهم صالح فعليا أنهى هذا الموضوع لكن الأهم بهذه القضية كلها هو بيان السيد محمد توفيق علاوي اللي ذكر بها أمور وعاهد الله وعاهد الشعب العراقي أنه يسويها فعليا الأمور اللي ذكرها في بيانه جدا مهمة جدا خطيرة وأيضا كان هناك شجاعة كبيرة في هذا البيان فبالتالي هذه اليوم يعني المطالب حتى نكون واقعيين هي هالمطالب اللي رأيديها المتظاهرين هي بالضبط هذه الأمور اللي يطالبون بها من يوم واحد عشرة إلى يومنا هذا فلذلك خلينا نشوف يعني أبرز الأمور اللي ذكرها رئيس الوزراء العراقي الجديد في بيان المهم والموجه إلى الشعب العراقي بشكل مباشر فالنشاهد ما عرف يبدو المادة غير جاهزة حتى هذه اللحظة إذن خلينا نشوف بيان الرئيس عفوا الرئيس الوزراء السيد محمد توفيق علاوي حيث أكد هنا الحرص الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة وذلك بالتشاور مع الجهاد ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة وحسب الآليات الدستورية والقوانين النافذة وأتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها وأتعهد بالعمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها وإحالة ملفات الفساد من دون تأخير إلى القضاء وأتعهد بتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة وأن لا سلطة فوق سلطة القانون وأتعهد بحماية المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وفقا للدستور والقانون والتنسيق مع السلطة القضائية والامتناء عن استخدام الذخيرة الحية وحضر إساءة استخدام الأسلحة غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيل للدموع وكذلك أتعهد بحماية العراق من أي تدخل خارجي وأعمل أن لا أسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات ملفات كبيرة ملفات خطيرة ملفات فعليا إذا استطاع السيد محمد توفيق علاو من أن يتقدم بها رح يكون فد إنجاز هائل جدا هذا الكلام اللي قاله وبيانه فعليا عجب الأمم المتحدة جونن بلاسخرت كان لها بيان بهذا الموضوع كممثلة أممية وممثلة الأمم المتحدة وأيضا حطى التعليق مهم جدا من الأمم المتحدة وحنقول لكم ليش هذا البيان مهم خليني هذا من المخرج خليني شوف شنو اللي قالت جونن بلاسخرت بهذا الموضوع المتعلق ببيان السيد محمد توفيق علاوي قالت إن الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تلبي كثير من مطالب المحتجين السلميين وفي حين إن هذا يعد بالتأكيد مؤشرا مشجعا وجديرا بالترحيب فإن الشعب العراقي سيحكم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات خلينا شوي نكون واقعيين أصعب يمكن واحدة من أصعب الملفات الآن وأخطرها اللي هو قضية الناس أو الميليشيات اللي هي دتقتل بالمتظاهرين ودتخطف بالناشطين ودتتكب كل الجرائم من يوم واحد عشرة إلى يومنا هذا هذا أخطر ملف اليوم أكو مذكرات توقيف كل الشعب العراقي يعرف بيها بالأطراف اللي هي على أساس ارتكبة هذه الجرائم ضد المتظاهرين السلميين والمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة سيد عبد الكريم خلف يعني قال إحنا لزمنا وخليناهم بالسجين واكتمدت أوراقهم التحقيقية وكذا الآن السيدة محمد توفيق علاوي دخل على هذا الموضوع واعتبره من الأولويات من أولى الأمور اللي عاهد بها الشعب العراقي أنه يكشف بيها ويمشي بيها لهذه القضية ويكشف عن هؤلاء القتلة ومشكلة الأطراف اللي دنقول دنحجي عليه خليني يا زمي المخرج هذا الطرف الثالث يعني هذه الصور هسه هاي أحدث صور أخذوها الناشطين للطرف الثالث هاي البس مدني ملثم وجه مكاشفة وشايل اسلاح ويضرب بالمدنيين وهذول يعني عادة قاموا يشوفوهم مع القوات الأمنية يكونون متواجدين هسه هذا من الطرف البعض يقول هذول ميليشيات هذول ناس معروفين لكن هم ديخفون هويتهم ما يريدون يبينون من أي ميليشية من أي طرف جاي فهذه الأطراف وهذه الأشكال هي اللي دي تستهدف الناس السلمين ولذلك المواطن والمتظاهر وصل إلى مرحلة قام يطالب بحماية الأمم المتحدة قام يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لأن دي يشوف الحكومة العراقية مدن ها مثل ما دا تشوفون دي طالب بحماية الأمم المتحدة وتدخلها لأن شاف الحكومة العراقية عاجزة عن الوقوف بوجه هذه الأطراف أو يكشف عنها السيدة محمد توفيق علاوي أخذ على عادقة مهمة كبيرة وخطيرة جدا قد تكون هي مفتاح النجاح للعراق والعراقيين ويتخفف من وطأة التظاهرات والرجل كان صريح يقول خلي المتظاهرين يظاهرون يستمرون حتى نستمر بالإصلاح المطلوب للعراق وهذه قضية الطرف الثالث قضية بدت منتهت لحد الآن ما قدموا أحد هل ستتم محاسبة الحكومة السابقة حكومة السيد عادل عبد المهدي مثلا تسائل على الأقل على هذه الأطراف يدرون بيها ما يدرون إيش قد رح ينكشف هل أطراف صغيرة فقط هل على مستوى جنود على مستوى بعض الفصائل أو الأطراف أم رح يتم الكشف عن قيادات هل هذه الميليشيات التي تعرضت للمتظاهرين هذا يعني الظل حقيقة شنو طبيعة الكشف حظل فد مسألة كبيرة بيان السفارة الأمريكية أيضا بعد بيان السيد محمد توفيق علاوي كان أيضا داعم للوضع خلينا نشوف شنو اللي قالت السفارة الأمريكية قالت تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيها ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي وأن ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن تتم متابعته بجهود حقيقية لضمان تحقيق هذا الهدف هل سوفقا للدستور العراقي السيد محمد توفيق علاوي عنده شهر حتى يشكل الحكومة وهذا أيضا فد مشكلة احنا من دكتور حيدر العبادي إلى السيد عادل عبد المهدي اتعودنا نشوف الحكومة ما تكتمل يرادلها تسعة تشهر وغيرها واللي سمعنا يقال أن السيد محمد توفيق علاوي رح يدير الأمور دي مدة ست شهور رح نشوف هل ستكون كافية هل هذا الكلام واللغط الإعلامي والاتفاقيات والقاعدة السوى بين الكتر السياسية وجود الرئيس برهم صالح رح تنفع في تسهيل مهمة السيد محمد توفيق علاوي لأن طالب دي يكشف الفساد ودير يكشف عن القتلة ودير يقدم الكثير من الأمور للمتظاهرين حتى المتظاهرين يرضون اللي عجز عنها السيد عادل عبد المهدي اللي عجز عنها السيد عادل عبد المهدي واللي عجز عنها الدكتور حيدر العبادي مو شي قليل الفاسدين الطرف الثالث يعتبروها البعض قوية جدا وما حد يقدر يكشف عنها ففعليا هذا الملف كبير وسنرى ما الذي سيستطيع القيام به رئيس الوزراء العراقي الجديد إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد الخبير الاستراتيجي الدكتور قاسم التميمي حياك الله دكتور قاسم حياكم الله أستاذ دكتور اليوم أسئلة كبيرة تدري يعني إحنا فشلنا في الكثير من الملفات صار فشل في فترة السيد عادل عبد المهدي فشل في فترة الدكتور حيدر العبادي بقضية الفاسدين بس قبل ما نطب الفاسدين خلن نحكي عن الطرف الثالث الطرف القاتل الطرف الخاطف الطرف الأخطر والأقوى في عين الكثيرين إش قد الأدوات اختلفت من فترة السيد عادل عبد المهدي إلى السيد محمد توفيق علاوي ليش هالمرة السيد محمد توفيق علاوي وهو عهد الشعب في ذلك بأنه رح يقدمهم للعدالة كيف تختلفت الأمور برأيك تحية طيبة لك أستاذ والمشاهدين قناة التغيير الكرام حياك الله حقيقة نحن حقيقة في العراق مكتوب علينا أن نعيش في دواليك كثيرة ونعيش في أزمات متعددة لأسف الشديد هذه الأزمات لم تأتي اعتباطا بل أتت نتيجة بعض الغباء السياسي الذي يتمتع به بعض رجال السلطة لأسف الشديد سألتني أنه بالنسبة للسيد محمد توفيق علاوي والذي اختلف عن سابقة سيد عادل عبد المهدي حقيقة الأساد الكريم كلام السيد علاوي كان كلام يبشر بخير وكلام حاجة أننا كنا تفائلنا خيرا ولكن نحن شبعنا من التنظير شبعنا من النظريات شبعنا من الكلمات التي نقرها على الورق نتمنى من السيد علاوي أن يكون هذا الكلام له تنفيذ حقيقي وفعلي وأعتقد من خلال قراءتي لكلام السيد علاوي ربما هذه المرة هناك اختلاف جدي أو اختلاف أكثر بكثير عن ظروف السيد عادل عبد المهدي عبد المهدي الرجل كان يملأ عليه وحقيقة لم يحرك ساكنا كما يبدو أن سيد علاوي هذه المرة جاد حقيقة جاد من خلال كلماته من خلال حتى طريقة الكلام إلى الشعب العراقي أنا حقيقة استبشرت خيرا عندما تكلم البياني الأول باللهجة العراقية هذا الشيء كلش مطلوب ليش؟ لأنه عندما نبتعد عن الكلام السياسي اللهجة السياسية نبتعد عن اللغة التي لا يفهم أن السياسي هذا الشيء جيد عبد السيد علاوي ما ستتكلم باللهجة العراقية واضحة صريحة جميلة جدا دخلت بتقدير شخصي إلى قلوب خصوصا إلى قلب الشاب العراقي المتظاهر طيب بس دكتور أنا دعا أسألك عن الأدوات شنو أقصد بالأدوات؟ تدري هسا إحنا الأحزاب هي ذات الأحزاب هي نفسها ما تغيرت الميليشيات هي نفس الميليشيات نعم وقال عبد المهدي قال هنا القوم جميل بس أنا دكتور حتى أكمل سؤالي الأحزاب نفس الأحزاب الكتل نفس الكتل الميليشيات نفس الميليشيات الولاءات إيران وتدخل أمريكا وكذا نفس الوضع اللي عايشه سيد عادل عبد المهدي شمعنى رح تختلف حسه؟ أسألك هذا السؤال مرة ثانية ما هي الأداة القوية بإيد السيد محمد توفيق علاوي الآن؟ أنا أقول لك ما الذي يختلفه أستاذ الكريم هذه المرة الذي اختلف القادة السياسيين الأحزاب السياسية الكتل السياسية عرفت جيدا أن هناك من يضغط عليها بقوة عرفت أول شيء ضغط الجماهير الخانق لها عرفت أن قوة خارجية أخرى دولية بدأت تضرب بقوة بدأت ضرباتها لا ترحم بدأت يعني تهددهم تهدد شخصهم تهدد حياة وبالتالي كان من المنطق جدا أن يكون هناك تغيير في عملية التكنيك أو التكنيك السياسي أو عملية أجراء اللعبة هذه الأمور يا سيد الكريم الضغوط الدولية الكبيرة وخصوصا الضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على أشخاص سياسيين عراقين بعينهم بذاتهم على كتل بذاتها هذه الأمور كلها جعلت من سيد علاوي اليوم يأتي إذا صح تعمل بأرياحية أفضل من أرياحية سيد عبد المهدي هذه الأدوات يا سيد الكريم التي تمتع بها اليوم السيد علاوي وأعتقد أعتقد أنه سيد علاوي اليوم هو يعني الظروف مهيئ له جيدا وخصوصا إذا هو قال أنا عندما أي ضغوط أتعرض له سوف أقدم استقالتي وأيضا أتمنى أن يقوم بأول خطوة السيد يعني قبل هو نعم قال سوف أحارب الفساد سوف أقدم القتلى الذي قتلوا أبناء الشعب العراقي وسوف كثير يمكن قدم عشر إلى اثناث نقطة تعاهد والرجل بس هذه الأمور أتمنى لو يبدأها السيد علاوي بتغيير وزاري يعني عندنا هناك اليوم وزارات يمكن جلها أو جميعها ربما أستثني واحد أو اثنين ربما أتمنى لو أن عاد السيد علاوي أن يأتي بكابينة وزارية هو يختارها وأنا وحد بلس لتكون كلهم أكراد بس هم محتاج دكتور هم محتاج موافقة البرلمان ومحتاج ثقة البرلمان هم تدخلنا باب أخرى جزمي جزئي يعقلون عملا للرجل أعرف إذن شو معناها إذا أنا لما قلت لك ليكون كلهم أكراد ليكون كلهم عرب ليكون كلهم منطافة معينة لا يهمني اليوم إذا السيد علاوي مقتنع بهذا الوزير خليه يأتي بهم وإذا عرقلوها يعني شو معناها معناها واضحة أنه ما زالت المحاصص المقيتة ما زالت الأحزاب ما زالت كترة سياسية هي موجودة وبالتالي من حق المثال العراقي عندما رفع العالم عالم المتحدة ورفع عالم الاتحاد الأوروبي هاي ترى يعني والله يعني أنا بكيت يا أستاذ يعني ليش وهو كان رافع العلم العراقي هذا العلم الحبيب عالم وطني ووطن كل الجميع كان رافع فيها الرأي ويحتوي بها ليش ما احترمنا هذه الرأي ليش بدأ الآن المتظاهر العراقي يرفع عراية الاتحاد الأوروبي ليش بدأ المواطر العراقي اليوم المتظاهر العراقي يرفع عراية الأمم المتحدة وليش وليش ليش ومراية الله أكبر هذه رأية عظيمة دكتور خاسم يعني إحنا حتى نكون واضحين المشكلة الطرف الثالث يعني صار إلى ظهور كل الشرس بالفترة الأخيرة قبل هذا التكليف أن يصير وبدأوا يهاجمون المتظاهرين بشكل غير طبيعي والملاحظ من خلال تصوير الناشطين وإحنا ما ندري صراحة يعني إحنا بالإعلام وأمور نتداولها بالإعلام وننشرها بحسب ما تفسر الناشطين والمتظاهرين يقولون هذا الطرف الثالث بهم أفراد يفترون مع القوات الأمنية تعتقد هالمرة رح نقدر تقدر الحكومة تطيف التفسير معين لهذا المتظاهر يابهل 650 شهيد اللي راحوا هاي هي الأطراف يسموها اليوم بالإعلام هواية قنوات إعلامية تقدر تعلن عن الطرف الثالث ولا واحد قدر يكشف عن الطرف الثالث هتقدر تكسر الحكومة هذا الحاجز برأيك الآن نعم عفو الدكتور محمد الفق علاوي اليوم هو عندما جاء واستلم رأس الوزراء وهو اليوم بيده الأمور وهو قادر على أن يقدم طاقته قادر على أن يفرض البصمة مارت اللي نتأمل منها خيراً يستطيع أنه حتى بالبيانة البرحة وقال بالتعاهد ما تقال أمنع ذخير الحية أمنع حتى الغازات بشكل الدموع وكذا كذا إذا ما طبقه السيد علاوي بهذه القوة بهذه الشراسة نعم يستطيع أن يفرض وأن يخرجهم وهو أسطن السيد علاوي ويعرفهم ويعلمهم جيداً ولكن السابقه كان خائفاً يعني كان متردداً لأنه كان مكبلاً اليوم السيد علاوي غير مكبلاً اليوم هو عنده حرية كبيرة عنده مساحة واسعة كبيرة عنده مساحة كبيرة جداً يستطيع أن يخرج لنا يستطيع أن يقدم المجرم يستطيع أن يقدم القاتل يستطيع أن يسند أبناء وأخوانه وأخواته يستطيع أن يرفع من شأن المظاهرات العراقية الوطنية الحقيقية ونعم يستطيع أن يأتي بالطرف الثالث ومن هو ما وراء الطرف الثالث يستطيع أن يأتي به طيب بس دكتور قاسم يعني جميل بس عندنا مشكلة عندنا خلينا كون صريحين تدري الشعب العراقي الطيب القلب يخاف على هيك إنسان يدور مصلحته خلينا كون صريحين فعلياً إذا هذه الأمور الرجل رح يمشي بها بقوة تدري الطرف الثالث هو نفس الطرف اللي دي يستهدف ويضرب هنا وهناك يعني هاي مثلاً الاستهدافات اللي صارت على سبيل المثال إلى السفارة الأمريكية أو بالمنطقة الخضراء أو على القواعد الأمريكية اللي نددت بها الحكومة العراقية تحت أمرة السيد عادل عبد المهدي وطالبه بالتحقيقات البعض يعتقد هذا هو نفس الطرف الثالث اللي دي يستهدف السفارات والدبلوماسين وغيرها هو نفسه دي يستهدف المتظاهرين تدري البعض يخاف إنه إذا السيد محمد توفيق علاوي مش بهذه القوة وبهذه العزيمة قد لا سامح الله يستهدفه أو شيء يستهدفه الأمريكان يعني ما تعتقد هذا في النوع من القلق قد يظهر عند المواطن وهذه الأطراف تسوي كل شيء حتى تبقى بمكانها سيدي هو أنت قبل شوية قلت إحنا الإعلاميين ومو بسر الإعلاميين حتى المحل السياسي الأكاديمي اليوم هو لما يأتي وأنا اليوم لما جيت هنا للستوديو القناة الموقرة وأنا شايل دمي على يعني كيفي بصراحة شيء لك حبما تكلمني قد أكون أخصتها أو لا أخصتها قد أدفع ثمنها حياتي إحنا ليه جاي؟ أنت حضرتك ليش جاي؟ ليش قلبك محروك؟ القنوات ليش قلبك غير على العراق أنا ما عندي مشكلة وهم شخصيات محترمة بالمقدسين هكذا يقول لهم كشخصية إنسان بس كأداء سياسي كأداء حكومي صفر تحت الصفر وبالتالي نعم قلت شعب العراقي طيب لكن يا سيد الطيب اليوم الطيبة عندما تذهب إلى مدات أخرى تتفسر غير تفسير إحنا ما نبقى شعبنا طيب ما نبقى شعبنا حلو ما نبقى شعبنا مسامح هاي عيب هاي ما تبني دولة هاي ما تبني شعب ما تبني ما تبني أمة اليوم إحنا طيبتنا يجب أن نستمتها وتكون لنا حافظ قوي حافظ كبير لكي نبني وطننا بنية صافية نية صادقة اليوم إحنا عدنا الشباب عدنا كثيرين يا سيد الكريم عندما يقتلون في التحرير وفي الحبوبي وفي العشرين وهو الأمور يعني هاي أرواحهم مغالية نعم اليوم على السيد علاوي يعني وانا أدلي به هو يعني ابن العراق ومن شخصية محترمة من عاشرة من قبيلة كبيرة محترمة نعم عليه اليوم أن يترجم العراق الأصيل أن يترجم الروح الوطنية الحقيقية اللي عنده ويقدم ما عنده زين بس دكتور قاسم إحنا يعني حتى نجي نقطة نقطة وحدة من الأمور اللي ذكرها في بيانة سيد محمد علاوي قال على قضية حصر السلاح بيد الدولة هو سيسعى في هذا الموضوع وأيضا عاهد الشعب بها وعاهد في الكثير من الأمور هس هاي يمكن هي الحل لكل مشاكلنا حصر السلاح بيد الدولة إذا فعلا صارت السيد عادل عبد المهدي حاول على هذا الموضوع وبالأخير طلعوا بابليون وطلعوا النجباء وطلع كم فصيل قال له والله إحنا يعني لا نسلم السلاح ولا غيرها بالعكس الظاهره وانسحب الجيش وانتهى الموضوع وراح ولا قدرنا نحصر السلاح ولا قدرنا نحصر الهواء كل شي ما سوينه السيد محمد توفيق علاويش هاتفرق أكيد همينه إذا سعى في هذا الموضوع هذه الأطراف نفسها حتقول له أنا لا من ضمن الحجد الشعبي ولا من ضمن المؤسسات العسكرية وسلاحي والله ما سلمه وما سلم الجيش العراقي هذه المناطق شنو تعتقد ردة الفعل حتكون مختلفة عن اللي سوا سيد عادل عبد المهدي هذا الكلام اللي تفضلت به حضرتك يا سيد الكريم يعني المفروض بالسيد محمد توفيق علاوي أن يكون واضحا وقويا وجريئا جدا من أجل تنفيذه هو عندما قال سوف أحصر السلاح بيد الدولة أعتقد هو لم يتكلم الفراغ ولم يكون كلاما احتباطيا أكيد هو عنده مقاساته الخاصة به هو عنده أشياء التي أستند عليها بهذا الكلام وبالتالي هو إذا أراد فعلا أن يحصر السلاح بيد الدولة فهو ليس بالمناسب هذا المطلب نسمعه حتى من قادة الفصائل المستلحة الفسهم يعني يا أستاذ مهم نفسهم يقولون نحن نريد أن يحصر السلاح بيد الدولة زياد هنا أتمنى من السيد علاوي أن تكونك دعوة صريحة هناك قلوب مفتوحة من أجل بناء عراق من أجل بناء وطن يستطيع أن يمنح الثقة إلى المواطن العراقي يمنح الثقة إلى كل الأطراف والقوميات بأن إذا ما أصبح السلاح بيد الدولة سوف يعمر خير والسلام بس بس دكتور قاسم أنا بس عندي السؤال الأهم يعني هسا خلينا شوي نكون أكثر واقعية عدنا على سبيل المثال فصائل هواية منها النجباء النجباء يقولون إحنا مو من ضمن الحجد الشعبي ولا من ضمن الدولة إحنا مقاومين إحنا مجاهدين إحنا نعبر الحدود مثل ما نشوفه بمصلحة لهذه الشعوب اللي يشوفها المرشد الأعلى وغيرها وإحنا مم تمرين يعني مم منزمين بأوامر الحكومة وغيرهم هذه شنو نوعية النقاش اللي يصير وياها شنو نوعية المراضات اللي راح تصير بين العراق وبين النجباء ولن ننسى النجباء سأدوا العراق في فترة تنظيم داعش الإرهابي شون راح تتفهموا ياهم لا سلاحة حي سلمة ولا راح يتوب من عبورها للحدود وخرق لحدودك وحرس حدودك وغيرها أستاذ حقيقة أنا إذا كانوا النجباء قد قالوا هذا الكلام أعتقد هذا الكلام قالوا في أيام الضربة الأمريكية الغادرة لبعض رموز المقاومة في العراق وبعض اللي عنده مقامه باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس وضيف العراق الحاج قاسب سليماني أعتقد أن ما قالوا هذا الكلام لأنه يعتبرون أنفسهم أن هناك والله دكتور قاسم عفوا للمقاطعة باسترى حتى قالواها لما صار حصر السلاح بيد الدولة حتوا بهذه الطريقة وبيّن أنه ما راح يسلمون إسلاحهم في وقتها في وقت السيد عادل عبد المهدي للأمانة فقط لأوثق هذه المعلومة لا لا وأكيد أنا أنا أستاذ الكريم أنا متأكد أن كلامك هو كله أمانة وأنت أمانة قناتك بشيء محترم لأنك بتأكد من عندها وأنا متأكد أن لما تتكلم بهذه اللي هي بهذه اللغة أنت قلبك على وطنك هذا حقيقي يعني نعم ما علي أي اختلاف لأنه عراقي متابعة هذا بس يا سيد أبو الكريم هم يمكن عندما وجدوا أنه هناك ضعف في الأداء الحكومة بلقوات الأمنية العراقية هم تفسيرهم ربهم هكذا يرون عندما وجدوا أنه قائد العام بلقوات المسلحة قائد يعني أضعف من الضعيف لا يمثل الدولة يعني عندما يقول وله سوف نضرب القاعدة الفلانية وعندما نضرب الفصيرة وفيلة وكذا يقول لهم ليش يضربوه هم لما رأوا هذا الضعف بالقائد عام بلقوات المسلحة مسألة منطقية تخرج هذه التصلاحات الناريقوية ولكن إذا ما وجدوا قائد عام بلقوات المسلحة قويا حازما يستطيع أن يضمن حدود ووحدة وأراضي العراق يستطيع أن يحمي أرض العراق أعتقد أن الجباء وغيرهم سوف يأتون إلى هذا القائد عام بلقوات المسلحة طيب أنت شنو تقصد قوي وحازم دكتور شنو تقصد قوي وحازم تقصد أنه إذا رفضوا ينفذ الأوامر العسكرية لو يحكوية مجتمع الدولي لو يخاطبهم مباشرة بنقاشات سياسية ودبلوماسية مهي الحلول هواية بصراحة لكن نهاية المطاف على الأرض هم على ما هم عليه أنا نعم أقصد بقوي وحازم السادة الكريم هو القائد العام بلقوات المسلحة ومو حضرتك وحضرتك إحنا إعلاميين أو سياسيين هو يأمر الفرقة الفلانية يأمر القائد الفلاني تقدم كذا يستخدم أدوات الجيش العراقي حتى مؤسس الحجد الشعب تحت الصرف هو اليوم يستخدم هاي القوات العسكرية ينزل للشارع إلى الحدود وبالتالي تنفذ أوامر القائد العام لقوات المسلحة احنا عدنا قطاعات عسكرية عندنا مئات الدبابات عندنا طائرات عندنا 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 أسلحة كثيرة وقوية وإيضا يستخدم الكارزمة متلقات القوات المسلحة يستخدم الشخصية مارتة يستخدم الخطاب مارتة يستخدم حتى لما يخرج الشاشة نتمنى منه يعني أتمنى إذا أراد أن يكون قويا يعني هذه النصيحة إلى السيد علاوي هو اليوم في معركة كبيرة أن يقف في ظهر رتب عسكرية كبيرة تمثل ألوية وتمثل فرق عسكرية وتمثل الصنوف العسكرية سواء كانت جوية أو برية أو حتى بحرية يوقفون بظهر ويقفون خطاب حتى يبقين للطرف الآخر أنا قوي أنا عندي رجال عندي قوة عسكرية عندي قوة برية إذا ما استخدام هذا الستوب ينجح ولكن إذا خرج يتكلم من وراء المايكروف ووحده ودحل الظرفة لا ما يسوي شيء طيب جميل أنا أنصح نصيحة تفضل تفضل شنو النصيحة أنا أنصح نصيحة يعني نصيحة من خلال خبرتي عندما يخرج بخطاب عسكري أو عندما يخرج بخطاب حتى سياسي والله العظيم خلي يجمع قيادات الجيش العراقي القوات البرية القوات الجوية بمختلف صنفها الرتبة العسكرية يقفون في ظهره في خلفه حتى يقول لهم أنا مسدود بهؤلاء الرجال وسوف أطبق وسوف أنفذ ما أريد إذا ما طبق هذا الكلام سأصدقني لا أخفوا عليه ولكن إذا بقى حاله كحالة سيد عبد المهدي يخرج بحديث المرتبك حديث الخائف حديث مرتجف لا يسوي جميل 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 دكتور قاسم خلي كويان الآن حقيقة سننتقل إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل النقاش في ملف مهم آخر سيواجه الحكومة الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلد الجوية حالها حال الضربات الأخرى صارت عملية استهداف صاروخي قبل فترة بسيطة جدا على هذه القاعدة وهذه الضربة خلت المختصين الأمريكان اللي موجودين أصلا من شركتين إذا كانوا مختصين على مستوى الحماية أو مختصين على مستوى الإعداد الفني والصيانة وغيره لطائرات الـ F-16 خلتهم ينسحبون من قاعدة بلد الجوية إلى قواعد أخرى وبالتالي يوم مجلة الفورن بوليسي الأمريكية أكدت بأنه أكون مخاوف من مسؤولين أمريكيين بأنه الميليشيات الموالية لإيران المسؤولة عن ضرب قاعدة بلد الجوية إنه ممكن يتسربون إلى قاعدة بلد الجوية ويسيطرون على التقنية أو تقنية حساسة بطائرة الـ F-16 خلينا نشوف هذا القلق الموجود الآن لذكرته الفورن بوليسي خلينا نحزم من مخرج خلينا نشوف شنو اللي قالته الفورن بوليسي قالت هذه المخاوف ازدادت بعد انسحاب المقاولين والجنود الأمريكيين من القاعدة العراقية على خلفية تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتكرار عمليات استهداف القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف جنودا أمريكيين هسه شنية هذه الشركات اللي انسحبت ومنه هذول اللي انسحبوا بحيث خلت الآن أكو قلق أمريكي ينشر على الفورن بوليسي بهذه الدرجة وهذا الخوف يعني وصل للإعلام يعني خوف حقيقة لما يوصل للإعلام وهو بمستوى تقنيات حساسة بطائرات الـ F-16 أعرف الموضوع شبير كلش شبير إلى أعلى المستويات خلينا نشوف هذه الشركات مثلا على سبيل المثال شركتين هي حقيقة الشركة الأولى اللي هي سالي بورت هذه مسؤولة عن الحماية توفير الحماية لطائرات الـ F-16 حماية أمنية لهذه الطائرات وأيضا الشركة الثانية اللي هي لوك هيد مارتن هذه هي متخصصة بعملية الإدامة التقنية الصيانة وغيرها من ضمن العقود اللي هي طبعا مع الحكومة العراقية أنه يسوون صيانة لهذه الطائرات فلذلك يعني حقيقة هذه الشركات الآن حتى نحطها معلومة واضحة جدا صار انسحاب من موظفيها بنسبة 90% من قاعدة بلد الجوية ما بقى أحد وأكو خوف أحد المسؤولين الأمريكيين للـ Foreign Policy شوف شنو اللي قال خليني هذا من المخرجي شنو اللي قال على هذا الموضوع بالذات حتى نثبتها اليوم من هذه الأقوال من المسؤولين الهناك قال القلق الأكبر الذي ينتابنا حاليا هو كيفية تأمين التكنولوجيا الحساسة التي تتضمنها هذه الطائرات ليس لدينا على الإطلاق أي وسيلة للتحقق مما تنوي الميليشيات القيام به وإلى أي مدى ممكن أن تصل في هذا الإطار هسا أكو يعني يمكن المشاهدين الكرام أو أي واحد إنسان يحكي بالعراق أو أي مواطن يقول باختصار شديد يابا معقولة ميليشيات ناس فصائل كم نفر يجوني طبون على قاعدة بلد الجوية اللي بيها أمريكان وبيها طائرات وكذا نعم هذا الموضوع صار وستثبتت الفرانس برس بسنة 2017 وذكرت الفورم بوليسي أنه كان أكو عملية تسريب بهذه الميليشيات تتسربوا بعدة طرق واحدة من عدها دخلوا كحول إلى قاعدة بلد الجوية شركة سالي بورت نفسها اللي هي مسؤولة عن حماية هذه الطائرات خلت أيضا عدد من الميليشيات أن يطبون إلى قاعدة بلد الجوية حتى يأخذونهم ثلاث مولدات وغيرها من الخروقات الأمنية إن ذكرت لذلك عملية التسرب من هذه الميليشيات إلى قاعدة بلد الجوية هي شي طبيعي ومثبت من 2017 إلى يومنا هذا لذلك هذا الموضوع ممكن جدا أنه يصير مايكل نايتس الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قال المسألة مجرد مسألة وقت قبل أن تنشط الميليشيات في المنطقة المحيطة بقاعدة بلد وأبرزها عصائب أهل الحق من أجل الوصول للقاعدة وربما الطائرات التي كانت المقاولون الأمريكيون يحمونها حس هذا القلق وصل إلى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية وصرح بهذا الموضوع لكن صرح بشكل معاكس لكل هذا القلق ويعني أكد ثقة بالحكومة العراقية أنه هي تحمي هذه الطائرات وممكن ميليشيات تجيوا تسيطر على التقنيات الحساسة بالـ F-16 خليني يا هذا المخرج أيضا خليني شوف شنو اللي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قال لقد تلقينا تأكيدات من الحكومة العراقية بأنها اتخذت خطوات لزيادة أمن المعدات الأمريكية الموجودة في قاعدة بلد الجوية هس هنا القضية حتى نكون أكثر واضحين التطمينات من الحكومة العراقية هواية شفناها قبل للسفارة الأمريكية ومضربة يمكن أربع مرات شفناها قبل للقواعد الأمريكية ووزير الخارجية هواية أخذ تطمينات من السيد عادل عبد المهدي لكن بالأخير ضربت وجدتها 22 صاروخ من إيران والميليشيات استمرت بالضرب هنا وهناك لأسباب كثيرة جدا نتفق عليها ونختلف هذا بحث آخر لكن هاي مسألة أمن لذلك اليوم السؤال الأكبر بالنسبة للحكومة الجديدة بقيادة السيدة محمد توفيق علاوي شنو رح يقدر يضبط هذه الفصائل من عملية الاستهدافات ومحاولة أخذ تقنيات حساسة شنو هالتقنية الحساسة؟ ما ندري على فكرة هل هي التجسس؟ هل هي لعملية أنه يسيطرون على الطائرة وذكائها؟ هل هي محاولة إيرانية من بعيد للسيطرة على الـ F-16؟ هل تخففون من وطأة التهديدات على إيران؟ الأسئلة كثيرة لكن هذا الملف كيف ستستطيع الحكومة الجديدة من ضبط هذه الأمور في ظل حكومة سابقة لم تستطع من تقديم الكثير غير المكالمات الهاتفية والوعود اللي نتيجتها بالأخير لا نتيجة وهذه الطائرات طائرات عراقية في نهاية المطاف ومحتاجة إلى صيانة وحماية عراقية وخبرات أمريكية لأن هي طائرات أمريكية من الأساس كيف سيتم الالتزام؟ شون رح نمشي بهذه الأمور؟ تظل الأسئلة حقيقة هائلة جدا وكبيرة إذا نعود إلى ضيفنا من بغداد الخبير الاستراتيجي الدكتور قاسم التميمي أرحب بك من جديد دكتور قاسم مرحبا بك دكتور قاسم الآن هذا ملف يعني شبير وقالق الأمريكان وموصلهم إلى مرحلة يعني بدي يشوفون أنه بدأت تهدد حتى تقنيات الحساسة مالتهم بالأف 16 وغيرها من قبل ميليشيات موالية لإيران كيف تعتقد كفاءة اليوم الجيش العراقي الحكومة العراقية الجديدة في منع على الأقل مثل هذه الضربات إذا كانت على مستوى السفارة الأمريكية أو السفارات الأخرى أو هذه القاعدة اللي بيها طياراتنا يعني الأف 16 اشتريناها بفلوسنا إحنا مو طيارات الأمريكان هذه ملك إلنا شلون رح يقدر العراق أو هل يستطيع العراق أصلا منع هذه الفصائل من القيام بهذه الهجمات برأيك بس أخير شي مافت يعني الصوت عن القطع بس الشي الفهمت أنه طيب أنا سؤالي دفتر قاسم مادري تسمعني هسا أو لا بس السؤال شون أنت تقدر تمنعهم من التسرب إلى قواعد إلى قاعدة بلد الجوية هذه الميليشيات الموالية لإيران التي يحشون عنها الأمريكان شون نمنعها من أن تستهدفها هذا هو السؤال الأهم الآن نعم 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 أستاذ الكريم حضرتك كنت تعرف أنه الهالة الإعلامية الكبيرة التي صنعتها الأمريكا قبل عام الفيوم الثلاثة حول القوة العراقية التي يمتلكها العراق أنذاك أيام صدام السين وكيف قالوا أن العراق سوف يملك أسلحة نموية وكيف العراق عنده أسلحة دمار شامل وكثير من الأمور وخلوا العالم كله يخاف ويندهش أمام هذه القوى العراقية العملاقة وبالتالي عندما دخلت القوات الأمريكية عامل في وقتها للعراق لم تجد شيئا يذكر اليوم نفس هذه الهالة الإعلامية تعملها أمريكا ضد ما هي تسميها ميليشيات أو نسميها فصائل مقاومة المهم ولكن أنا أفسره هذه الهالة الإعلامية التي تقوم بها أمريكا وتصربات أفسره على أن أمريكا هذه المرة جادة كل جدية في عملية ضرب الفصائل أو عملية ضرب ما تسميها هي بميليشياتها أبعا لإيران أو لدولة أخرى ولذلك يعني حقيقة أوجه كلامي إلى قادة الفصائل إلى قادة الفصائل المسلحة أن ينتبه جيدا وهذه الأمريكية كل مرة تمهد لعدم تريد أن تقوم بعمل ما تعمل له هالة الإعلامية كبيرة أما كيف نمنع التسلل إلى هذا شيء يا سيديك كريم نحن كلنا نملك عقول هل من المعقول اليوم يقوم إنسان عادي باختراق قاعدة أمريكية هي الدولة العظمى والدولة الأولى في العالم يقوم ثم يسرب هو شوف دكتور قاسم يعني أنا بس يعني ما ريد أكرر حقيقة بس تدري الفرانس بريس كشفت بال2017 أنه صاير نوع من التعاون يا با طبه ما كم مشكلة أخذ مولدات أو كذا الخوف يا سيدي العزيز أنه أكو قوات عراقية اليوم قاعدة بلد الجوية قد تكون لسبب ما عدها علاقات يعني مشرط علاقات هنا وهناك مع الفصائل المسلحة اللي هي معروفة يعني كل العراقين ذا تستهدف هذه القواعد وممكن من خلالهم أعرفك وتعرفني ويطبون للقاعدة ويأدون غرضهم شو شنو التقنية الحساسة تجسسية أو غيرها ويطلعون ويسيطرون على هذه الطائرات وبالتالي جيش العراقي أصلا ما رح يستفيد من هذه الطائرات من الأساس الساد هو كلامك صحيح والتخوف من حضرتك ومن الباقي الوطنيين مسألة كلش طبيعية هي أكيد هذا التخوف يصب إلى مصطحة الوطن إلى مصطحة العراق بكل تأكيد ولكن نحن كلنا نعرف أن اليوم الـ F-16 قياسة للسلاح الجوة الأميركية تعتبر مثل ما اليوم مثل بديك الرشاش والثاني بديك فالة وحتى الـ F-16 التي يملكها جيش العراقي حاليا هي تختلف عن الـ F-16 التي يمتلكها جيش الإسرائيلي أو التي يمتلكها جيش الأردني أو كذا لأنه أعطوها للعراق يعني مثل ما يقولون نحن مثل ما سيارة يعني بدون تجهيزات هذه حقيقة أنا عندي علاقات مع ضباط عندي علاقات مع طيارين هم يقولون نحن عندما نصعد الـ F-16 العراقية نحن نفسنا كأنما في خردة قياسا إلى F-16 إلى ضيرتها في بعض الدول الشرقية بس دكتور فعلاقات هذه إلها صولات ضد داعش وهي نحتاجها ضد داعش الإرهابي إيه صحيح 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 هذه طارق ترى وضربت الدواعش نعم أنا وياك صحيح لأن داعش وما عندك لأسلحة كبيرة ولكن هل من الممكن F-16 أن يستخدم مثلا إيران ضد أمريكا ما سوي شيء قياسا إلى تطور التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية الفتاكة جدا هذه يا أستاذ الكريم أنا عن تحليل الشخص صدقني وأنا مقتربات أنا شخص قلت لك قبل شوية مثل ما سوا هالة إعلامية للجيش العراقي قبل 2003 وكيف أن العراق أملك أسلحة هم اليوم يعملون هذه الهالة إعلامية ليش؟ لأنه راح فعلا ينفذون ضربة وراح يستهدفون الفصائل راح يستهدفون المجاميع المسلحة راح يستهدفون هاي الأمور لذلك أنا أتمنى على القادة أن يكونون بوعي ويكون يستحضرون تجربة ما قبل عام 2003 ويحاولون أن يجعل العراق بمنأة أن الخطر الأمريكي بمنأة أن يجعل الشعب العراقي بمنأة بس عدهم كار دكتور قاسم هذه الفصائل المسلحة جميل جميل بس هذه الفصائل المسلحة دكتور قاسم حتى يكونوا أفحين هم مديريدون يأخذون بثارهم يعني لأبو مهدي المهندس لحد الآن ما أحد أخذ بثارة وهذه الفصائل اتوعدت وقالت إحنا لازم ندافع دكتور قاسم هل تسمعوني الآن؟ صوت مأكو صوت طيب يبدو عندنا مشكلة في الوصول إلى دكتور قاسم يعني حقيقة هذه قضية الفصائل المسلحة وغيرها أو مثل ما يسموها الصحف الأمريكية وغيرها بالميليشيات الموالية لإيران هي مشكلة شبيرة اليوم وانت يعني يعتبر المجتمع الدولي يعتبر أنك لما تستهدف قاعدة أو مقر دبلوماسي سفارة أمريكية سفارة إيرانية وغيرها هذا غلط هذا غلط شبير بالنسبة للمجتمع الدولي والقانون الدولي لأنه انت تدخل إلى حدود دولة خاصة سفارات هذه القواعد الأمريكية الموجودة أو قاعدة بلد الجوي هي قاعدة عراقية هي قاعدة عراقية لكن احنا مستعينين بشركات أمريكية لعمليات الصيانة والإدامة وغيرها لأن بعدها العراق يعني ما عنده هذه الخبرات بعدنا تحت التدريب وغيرها لعمليات الصيانة وهي كم طائرة من طائرات الـ F-16 اللي العراق يعني جهز نفسه بهذا التنظيم داعش الأرهابي القضية أنك أنت لما يصير عملية استهداف من فصائل خارج إطار الدولة من ضمن إطار الدولة أو على الأقل هي مدى تعلن عن نفسها نهائيا أو سفارات أمر مرفوض وهذه طبعا يعني سيدة محمد توفيق علاوي يعني واحدة من الأمور اللي عاهد بها الشعب العراقي إلا أنه ما يحول العراق إلى ساحة صراع أو غيرها ويقف ضد التدخلات الخارجية هذا أمر مطلوب ومهم لكن مشكلة الفصائل المسلحة اليوم اللي يقول لك إحنا نريد نأخذ بثارنا إيران أخذت بثارها ودافعت عن قاسم سليماني وسوت اللي سوته لكن إحنا أيضا لأبو مهدي المهندس الله يرحمه من الاستهداف والقتل والخرق اللي صار من الولايات المتحدة الأمريكية على مطار بغداد وهذه الضربة إحنا همين نريد نأخذ بحقنا فهذه فد مشكلة عندنا يعني على كل المستوية عندنا هذه المشكلة لأي طرف يوغا أي طرف ينقتل أو كذا بعدها فكرة الثار عندنا يعني فكرة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي على الرغم أن العراق مربي لكن على ما يبدو ما حد ما أخذ بجدية يقول لك أنا لازم أروح وأستهدف 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 وشفنا عد الكثير من الفصائل الحقيقة إذا كانت على مستوى النجباء أو غيرها قالوا إحنا يعني حتى عصائب أهل الحق كانوا واضحين قالوا إحنا ما نستهدف الدبلوماسيين إحنا نستهدف القواعد الأمريكية والأمريكان هل هم اللي يسووا هذه الضربات أو غيرها همينما ما كفت إعلان مباشر لكن كثرة التهديدات دائما تخلي الذهن يروح لهم إنه هم اللي يسووا هذه الضربة السؤال الآن يعني مع هذه الحكومة الجديدة شقد رح يصير عمليات تفاهمات بين الحكومة العراقية وهذه الفصائل المسلحة شون رح يتفاهمون وغيرها دكتور قاسم التميمي أهلا وسهلا بك وأرحب بك من جديد هل تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك طيب دكتور قاسم أنا أريد أختصرها عليك ودم أبو مهدي المهندس شون هذه الفصائل تريد تأخذ ثارها للحاج أبو مهدي المهندس الله يرحمها أنت الآن تطلب من القادة أنه يضبطون نفسهم وينتبهون على اللي صار قبل حتى يوقفون عمليات استهدافهم للولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأمريكية الموجودة مهدي يريدون يأخذون بثارهم؟ شون اللي عاد يأخذون بثارهم إذا أنت تطلب منهم ما يستهدفهم؟ دكتور قاسم هل تسمعوني؟ نعم نعم يعني بس السؤال متقاطع بس الشيء اللي فهمته أنت تقول أنه كيف الفصائل المسلحة تستطيع أن تأخذ ثارها وانت تطلب منهم مضبوط مضبوط تفضل بالإجابة مضبط يستطيعون يا سيدي الكريم نحن مو شرط أساسي أن يكون أخذ الثار أن أقتل صاحبي يعني أن يكون واعيين اليوم أخذ الثار يا سيدي الكريم مو إلا أسفك دم مو إلا أقتل مو إلا أجر أنا أستطيع أن أخذ الثار بطريقة آخر ش nuclear يعني الشهيد أبو مهدي المهندس هو ليش استشهده ليش ساردمه هو من أجل العراق من أجل رفاهية شعب العراق من أجل مدين العراق أنا إذا أريد أن أخذ ثار الشهيد أبو مهدي المهندس علي أن أتساعد وأتكاتف مع أبناء العراق من أجل بلدي من أجل رفاهيته إذا استطعت أن أرفع من الشأن العراق هذا هو الثار الحقيقي لأبو مهدي المهندس جميل بس هم مقتنعين أن الأمريكان ما رح يطلعون رح يسوفون رح يغيرون بالاتفاقية رح يلعبون على ألف حبل حتى يبقون لذلك يستهدفوهم حتى يطلعون مثل ما سووا قاعدة بلد الجوية انسحبة شركتين 90% من الموظفين طلعوا الجنود الأمريكان هذا هو الأسلوب قل لك أنا أظل أرهب بهم إلى أن يطلعون وأكسب كرامة شعبي الساد هو القوات الأمريكية المفروض على الفصائل المسلحة أو الجماعات المسلحة أو المقاومين إذا أرادوا أن يجعل أمريكا أن تخرج من الساحة العراقية وأن يعني ما أعرف أن يخرجون نعم نعم أسمعك بشكل ممتاز دكتور إذا أرادهم أن يخرجون عليهم أن يهدوا اللعب عليهم أن يبدوا إلى الجانب الأمريكي أنهم هم ما أعطوا بأي مشكلة لا ويا أمريكا ولا ويا بريطانيا ولا ويا إيران ولا ويا كان أي دولة أخرى ولا ويا السعودية ولا ويا تركيا عليهم أن يبدأوا صفحة جديدة مفادها أنه من أجل بناء العراق عليهم أن يقدموا النية الصافية وفي نفس الوقت اليوم ماكو واحد يا سيدي الكريم يقبل أن يكون تحت الاحتلال تحت الجود الأمريكي تحت الجود الأجنبي لذلك هي أمريكا مسؤولة كل المسؤولية بهذا التجاه عليها أن تخفف من وطأتها على الشعب العراقي على الحكومة العراقية يعني ترامب في أي لحظة يطلع علينا بتصليحات يعني استفزازية كبيرة جدا على العراق أن يدفع أن يدفعوا وكأنما العراق ضي عمال الخلفاء ماكوش منطق على أمريكا هي أيضا هم الذين يا سيدي الكريم صدقني أمريكا هي التي تأجج الأمر وهي لعبة عملية استدراج للفصائل العراقية لجعلهم في محرقة وليجعل هناك يسير مصادمة ما بين أمريكا ما بين إيران ما بين القوات العراقية ما بين الفصائل المسلحة هي هو ذاتها في أمريكا حتى يبقى ويجب العراق أنا أتمنى 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 صادقا على الأخوة الذين يتبنوا المقاومة المسلحة أن يتبهوا إلى هذا المقر جميل إذن كان معنا من بغداد المحللة السياسية الدكتور قاسم التميمي شكرا جزيلا على حضورك اليوم شكرا لك يا أستاذ ممنون جدا أشكرك إذن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة